مع نيزار مقني بش نحكيه على القوي في العالم امريكية الصين روسيا وربما التحالفات الجديدة او التشكلات الجديدة هو البرحة كما شفنا في الكرونيك تالبر حكينا على انه الوضع في الشرق الاوسط واللي قاعد عيش فيه الشرق الاوسط هو انه الا يعني اتاب مليزيتاب متع تغير الصراع الدولي ويعني تواجهه من شامل الاطلسي وبحر ابيض المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط نحو جنوب شرق ايسيا عليش جنوب شرق ايسيا بالضبط لانه فما قوة جديدة متساعدة والقوة هذه المتساعدة يعني خدمة على امتداد اكثر من 3 عقود و4 عقود على الاقتصاد متاحة والتقوية الاقتصاد متاحة والتقوية الاقتصاد هذي هو اللي يجعلها فيما بعد تطالب بدور اكبر فيه على المستوى السياسة الدولية وهذا الدور يقلق يعني عالم القطب الواحد هي تتزام الولايات المتحدة الامريكية وكما نعرفوا احنا معها الغرب وممثلة خاصة بحلف الشمال الاطاسي الناتو وكذلك يعني ببعض التكتلات الاقتصادية الاخرى والسياسية مثل الاتحاد الاوروبي وغير من الاتحادية التي تشكل خاصة في اه شمال امريكا للشمال القارة الامريكية وكذلك اوروبا وكذلك نقاو كذلك استراليا نيوزيلاندن نشوفوا العالم المرتبط باكتر بالغرب وفيقيام الغرب بدأت فيما بعد نتحدث حد القيم الاقتصادية بين هذه القوة نقاو الصين الصين التي يعني انجزت يعني معلزة اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا على امتداد عقود واصبحت تحلم بالامتداد خارج الحدود المداحة نعرف الصين في منذ 1949 يعني منذ الثورة الشيوعية اللي صارت في الصين اه كانت تعيش في نوع من العزلة نوع من الانغلاق على الجدال انتحها وحتى من قبل الثورة هذه كانت يعني حتى في عهد الاباترة الاخرانيين سوريالة تشينج اللي كانت تحكم في اه اه الصين كانت تعيش زادا في انعزال وفي انغلاق على العالم انتحها الصيني في الداخل فقط لانا لا تريد اي مغامرة في الخارج الا انه هذي العقلية تغيرت بداية من الرئيس سوجين تاوي يعني في بداية اه اخر السبعينات او الاثمانينات وبدأت الصين تحاول الذهاب في النطاق اقتصادي اخر وفتحت السوق امتاحها من سوق منغلاق شيوعي انه الدولة تمتلك كل وسائل الانتاج نحو اقتصاد مفتوح واقتصاد يعني انتاجي ويجلب رستثمارات الخارجية الى 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 ومصدر بانتياز ومصدر بانتياز لانه اصبح غرق الاسواق في العالم اه اه بداية لانه وليت الان هنا بش نحكيه شوي اقتصاد واه اه حتى اه فنانس انه وليان اليد العام كانت متاحها كانت وليد العام متاحها رخيصة هيك علي خاليها متاح يكونوا في السوق الدولي وبالتالي فعنا اصبح حتى طالب بوضع اه سياسي اكبر وهذا الوضع سياسي هذية اه ترجمته بخطة اقتصادية خطة اقتصادية هذية هي خطة الطريق وحزام الحرير كيفما الخريطة بتاعها مش هذية فما باتبالي هالكم الخطة هذية خالت تحبن خلالها انه تضمن الاسواق متاحها وتثبتها بالاسواق متاحها يعني هي خطة اقتصادية لكن بملامح سياسية بملامح امتداد سياسي واذا نحكيه على اقتصاد وعال السياسة وعال جغرافيا على التغير سياسي بيتم معنى الكلمة كما حكينا البارح على السياسة الكيان اللي دخلت من جانب الاقتصادي بالضبط لازم نعملوله بالنسبة للغرب انه يتوجه نحو من منطقة معينة كان يعتبرها هي المنطقة الاولى في العالم خاصة في من حيث البترول ومن حيث تمركز الاحتياطات الكبرى في البترولية الشرق الاوسط نحو هذه المنطقة الثانية اللي في سنة الفين وفمسائش مثلا اه يعني اعتبرت هالا استراتيجية الامريكية في عهد الرئيس السابق الامريكي السابق باراك اوباما هي المنطقة الاستراتيجية الاولى التي يجب ان تتوجه اليها الولايات المتحدة الامريكية وتحاول انها تمتريزيها تحاول انها تعمل نظام جديد اقليمي كما عملته في الشرق الاوسط امتداد يعني من بعد الحرب العالمية الثانية اه الى يومين هذا مقابل انها تحاول ان تترك اه وكيل او بعض المنع الحولفاء هم اللي يديروا نظام اقليمي معين في منطقة الشرق الاوسط لكن هذه اتفاجأها في وقت ما انه تساعد الازمة الاوكرانية ودخول الاوكرانية بداية من الفين واربعتاش الى بعد في سنة الفين واثين وعشرين اه الحرب الاوكرانية واصبحت اشكالية اشكالية محاصرة روسيا ومحاصرة الصين الصين وروسيا اصبحوا فيما بعد يعني موضوعيا في حالة تحالف مباشر وهذا اللي خلينا فيما بعد كذلك نحكيه على تكتل اخر وتكتل البريكس تكتل البريكس لابداء في فكرة معينة فكرة كانت يعني فيترين اقتصادية هي فيترين البريكس هي تكتل متكون خاصة من الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند وكذلك يعني دولة اخوة بريزيل وفيما بعد يعني نضافة يعني في القمة بتاع عم ناول في جونزبورج نضافة اقريب الخمسطاشن دولة اخرى وعملوا اول قمة لهم اثناء. اه. وشفنا في صور نهارين اللي فاتوا هدوما اه شفنا اه بوتين يحمل عاملة اجنبية وتم تصوير على اساس يتساءل الخبراء اذا كان هالعملة هدي بش تكون عاملة اجنبية خاصة بالبريكس. هما عاملوا بنك اه تانمية شديد. ومش نجي عليه هنا فيما بعد بعد بش بش نطول لديكم. لا اخ بتقول لك اللي انا فهمت على نزال. معلوبة اه. فهمت. اه لا. ولت سيدتي كانت كما قلتك وقدت اتأست في سنة الفين وستة الفين وتسعة. اتأست على الاساس اقتصادي بعد اتأسست حالف واقتصادي انه نحاولوا كيفاش نتعاونوا مع بعضنا. اه. ونقويوا الشركات اللي فيما بعد بعد القمة بتاع جونزبورج والقمة السنة تاكزان. اصبحت المطالب انتقلت من المربع الاقتصادي الى المربع سيس. واصبحت يعني العنوان الكبرى هي المطالبة بضرورة انه النظام الدولي يصبح متعدد للأقطاب. يعني من هنا ترفعت الشعارات لأول مرة نصفه الصين مباشرة ترفع مثل هذا الشعار بعد ان كانت تروسة هي اول مرة رفعته اه في فيما نحنا معينه. لكن هذية المطالبة هذية اللي هم يعني كنقول خلفية فكرية. الخلفية فكرية هذية مثلا. اه انتقلت كما الصين كما نقلت لك في الخطة متاع هذية الخريطة متاع الطريق الحرير وهي زي من الحرير. يعني كانت رجحها. والفكرة الاخرى متاع روسيا انها تريد ان تذهب اكثر نحو المياه الدافئة اللي تنجم من خلالها انها تدعام الاقتصاديا. لاني كما نعرف الروسيا محصورة في الربع البارد من الارض. حتى عزكرين هي روسيا ما تنسيش انه الابرات اللي عندها ستة شوار يخط مستة شوار خطر يتجمده خطر الخطر في النور. خطر في النور. يعني كذلك على المحيط الهدئ او كذلك على محيط الاطلسي من رجال مغادي وكذلك حتى على على مستوى من بحر الاسود. يعني بحر الاسود والنبوه متاع المامة. يعني ما يخليش ما يخليش يفهمه انك تبني معتها بابرات كبار. مهم. وخاصة على مستوى بحر ازوف. لهنا اه الروسيا بدت تتفكر انها تمتد حتى ولو كان ذلك بالقوة وهذا اللي عملته مثلا في مرحلة معاينة في جورجيا. وعملته في مرحلة اخرى اليوم نشوف فيها الحرب في اه اوكرانيا. الولايات المتحدة الامريكية اذا لم تتحاول انها كيفاش تنجن تحصل القوة هذية ضمن الحدود متاحهم السيادية يعني ضمن الحدود القرية متاحهم فانه اللي امتداد هذية بشيوة اللي قلقها على اساس الزمان الامبراطوري اللي فكرت فيه. واللي بداية منذ سنة الف وتسعمية وثمانين وقت اللي خرج جورج بوج الاب وقته وقال نحن ازاء نظام من دولين جديد. وذلك ديما نسمع انتوني بلينكن متانوزي الخارج الامريكي الحالي يقول الصين والروسيا هم هم هما من الدول المارقة. المارقة على النظام الدولي ذي تزعم الولايات المتحدة الامريكية بصفتها هي الحامية الى السلم الدولي وما يسمى بالباكس امريكا او السلم الدولي. اليوم فين فين ماشي. نزال لخاس لي اي. واعطيني تونس. بح. اليوم الماشي نحو انو القوة هذية بيش تدافع على الحقوق متاحها. اي وا. بذلك يعني انه بيش طالب بانو بيشكون عنده امتدادات وتوسعات على مستوى اقتصادي في دول اخرى. لهنا الدول الاخرى شكون. قاصة ان الدول التي تتمتع بآآ يعني دي بوزيشن جيو بوليتيك. اي. استراتيجيك. امه. وعلى الطريق الدولية للتجارة. امه. مثل منهم هما تونس فهمت هنا الدول هذية يعني منضوية ضمن نظام قطب فقط بل أنه نظام متعدد الأقطاب اللي فيه عدة قوات دولية كما روسيا وصين وغيره أو دول قوات أقليمية مثل بريزيل مثل مثلا ما تتمح له الجارة الكبرى الجزائر وغيره من الدول هذية مثلا أثيوبيا في منطقة الشرق أفريقيا مثل دول أخرى مثل تركيا مثل إيران كما حكينا عليهم من البارح يعني الحكم موقعنا نجم ونكونوا دول المتأرجحة في منطقة في التحول هذية فما تحول كذلك في الكونسيبت متاع الدول الكونسيبت متاع الدول كويش تولي هذو متأرجحة أنه نستفيد من وقت نجم يعني نستحفده على علاقاتنا الكلاسيكية مثلا تركيا تركيا كما نقول احنا هو مثال حقيقي هو مثال حقيقي للدولة المتأرجحة شوف حتى المملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية موجودة في البريكس ومع علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية ممتازة جدا انا راو السعودية اللعبة تحاجب سعودية راو مثال واحده مجموناكيو فيه حكم القوة العصادية زي سعودية ونعرف ان المعربية السعودية عملت الخطوة لتقارب مع طهران ورجعت العلاقات كذلك تمحطوا منورات عسكرية مشتركة منورات عسكرية مشتركة علش؟ لانه في اطار معين انه تحب تبدل السياغ متاع الاتفاقية الامنية لبينها وبين الولايات المتحدة الامريكية لمنذ سنة 1945 هي اتفاقية البارجة كوينزي بين الروسفيلت وبين الملك السعود وتحب توقعها تتفاوض على اتفاقية جديدة ما فهم السوينج ستايت هنا هو اللي بش يكون مؤثر كبير وكبير جدا فعلى المستوى الاحداث الدولية في المرحلة القادمة نتحثون هنا على المرحلة متوسط المدى وبعدة المدى مش قريبة المدى خطر قريبة المدى لاننا نشوفه في رهاسات سامحني في الكلمة المتاع التحاول الجيوسياسي الجديد على المستوى النظام الدولي وصير على الدولي خيبيا خطر فما الدفع كما قلوا احنا هو الضغط سياسي معين من قبل القوى هذه الغربية للمحافظة على القيام بين ظفرين القيام الديمقراطية الغربية اللي براية اللي حكينا فيهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة